لا يستطيع أحد أن يفصل مصر والانتخبات الرئاسية القادمة بها عن الأحداث الراهنة في المنطقة خاصة بعد الكشف عن مخطط تهجير أهلين في غزة لسينة وده بيأكد أن مصر في بؤرة الأحداث وأنها مستهدفة فضوء التغيرات والإقليمية اللي احنا بنشوفها في المنطقة دي كلها يعني طيب كيف سيتم التعامل مع هذه المتغيرات والمستحدثات والأمور ويعني هنقش هذا الملف بشكل موسع مع ضفنا العزيز النهاردة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ نبيل عمر برحب بيك أهلا بيك من أولا أهلا بيك وأهلا بمشاهديك قبل مبدأ يعني هذا الحوار اللي هو الممتح حقيقة عن الأستاذ نبيل بحب أقول لكم نقلا عن القاهرة الإخبارية بدأ الغزو أو الهجوم البري من قبل إسرائيل وهو هجوم شامل على قطاع غز شامل ده يعني فيه طيران وفيه صواريخ بتضرب وبعد كده قوات البرية بتدخل تمام؟ طيب ده اللي نقلته لنا قناة القاهرة الإخبارية